حسن الاستقبال وبرك الله فيكم مرة تخص في هذه الاتفاقية الإنارة الذكية ونعرف بالإنارة وفواتير استهلاك الكهرباء باهظة ومكلفة على بعض المساجد وثانيا السخان المائي الشمسي سوف نقوم بتزويد كثير من المساجد كما قلت لكم عبر جهات الوطن عندما نستقطب نحن المصابيح الذكية من عندها الوزارة المحترمة وننشرها في مساجد والمدارس القرآنية والمراكس الثقافية الإسلامية وكذلك معاهد التكوين المتخصص في قطاع الشؤون الديني والأقاف سننشر الثقافة عند هؤلاء الأئمة والعلماء لكي ينشرهم بدورهم هذه الثقافة لدى المواطنين والتعوم الفائدة ونحن مقبلون على شهر رمضان من دون شك أن تكثر الصهارات تكثر لقاءات في الليل تكثر فيها أشياء كثيرة لذلك هذا رسالة من الوزارتين حتى نتوجه إلى الطاقات المتجددة والوزارة أعدت مشروعا لما يسمى بالنمطية بناء المساجد أدرجنا فيها كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة حتى نخرج من الطاقات التقليدية والذي يكلف الحكومة ويكلف ميزانية الدولة الكثير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر